السلام عليكم كده يالين لبس عليكم كل شي مزيان كنت سمنى الله تكونوا كاملين بيخروا على خير واموركم طيبة يوم ان شاء الله غدي نعود معاكم تاني البغرير بالطريقة ديالي المعتمدة عندي البغرير ناجح من اول جريبة بدون دقيق ابيض كي يجي في حال الشهدة كما كتشوفوا كله متقب ما شاء الله خفيف بحل الرشة وكيدوب في الفون ان شاء الله هنا لإعجابكم وتعتمدوا الوصفة والمقادير ما نطولت لكم دوزو المقادير والطرقة في نفس الوقت بسم الله على بركة إلا عندي فهد البول هذا غеди نحتاج ملعقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة ملعقة كبيرة ديال خميرة المعجونة هادي نضيف ربعه ديالكيثان لعبرو الكزين عنatique ربعه ديالكيثان الميكون دافي غير شي شوية دافيكن غادي البرودة مايكونش دافي غادي السخونية غادي البرودة حيث يدرسوه دافي بزافة يخصر لكم العجينة. الملعقة كبيرة دي الحميلة معجونة. اربعة دي الكيسان دي الماء يكون دافي شي شوية غادي البرودة. وغادي نحتاجو كلاسة دي الكيسان دي السميدة تكون نوعية جيدة. كلاسة دي الكيسان ما يكونوش بومبي. السميدة تكون نوعية جيدة اخذو ديك السفا ما تقتش ديك البيضة. والعبار بالكاس دي العنبة. او غادي نحتاجو جوجل معان فكبار دي الدقيق الابيض. ما يكونوش حتى ما بومبي يكونو ممسوحين. جوجل معان فكبار دي الدقيق الابيض يكون نوعية جيدة. دروري ما نغرب للدقيق. او اه او غادي نتك شوية دي الملحة بالنسبة البغرير كنقولها دائما في الفيديو الديالي. البغرير ما كيبغيش للملحة. اف نديرو غير القياس. ففي كنحلط ابل الخلاط اليداوي. عاد باش غادي ندير البراميكسور او ممكن تديرو الخلاط الكهربائي. ويمكن نخلط مزيان بهاد الميكسور عادات قريبا واحد دقيقة. حتى الخلاط كيو اللي عندي املس. من بعد غادي نضيف جوج ديال الخمارات من فئة 8 قرام لمجموع 16 قرام. هاد المقادير هادو هناش حينديروهم بعينيكم مغمضين غير حتارمو المقادير ما تزيدوش شي حاجا من راسكم وتحتارمو الوقت ديال ديال الخميرة ما تخليوش هاد البغرير يخمر كتر من النقيات وما تحلوش شاني ما تبدوش طيفو فيه وما زال يعني فطير يعني خاصة هالخميرة. ففيما جدفنا دوك جوج ديال الخمارات هنا غادي نضيف قياس ملعقة صغيرة ديال العاصر ديال الحامض. او اذا ما توفرش الحامض ديرو ملعقة صغيرة ديال الخل. ففيك نخلط تقريبا واحد دقيقة تاني حتى ينساجموا لي او يندمجوا لي المكونات. غادي نغطي ونخليه موين بالنسبة الوقت ديال الخميرة. مليك يكون الوقت بارد بهذه الكمية اللي ديال ديال الخميرة. الجو كيكون بارد شي شويرا كياخد معنا تقريبا من 12 دقيقة حسنا 15 دقيقة. واذا كين في الصيف مليك يكون حال سخون. ده برد الجو سخون اليوما ارا خليتو تقريبا 5 ديال دقيقة. نخليو 5 ديال دقيقة فقط. ستاة دقيقة هاكا ما تفوتو هاش. ففيو كان سخنو المقلة. المقلة مليك تسخون كان بردها. هاد مقلة هادي ديال البغرير را موجودين في الاسواق را ثمن ديال را خيص بالزير. لو كانت عندكم مقلة مزيانة نوعية جيدة ديال البغرير كان احسن موينة كان طيب غير فهدو را كيجي البغرير. حال الشهدة كيفا كتشوفو كيجي مش هاد. النار كتكون متوسطة ما تكونش ناقصة بزاك وما تكونش مجهدة. ففيو قبل ما كان خوي المغلب في المقلة. موين مقلة كيما قلت لكم كان بردوه مليك تسخن. من بيت كنحرك الخالات مرة وجوش مرة تساعد باش كنهز القياس. كنخوف المقلق. سوف يوك ندير البغرير را طيب. فات الشكل هادا كما كتشوفو را كيجي كامل بحل خلية الناح المشهد كله متقق والخفة ما نعودش لكم كيفاش كيجي خفيف. كيجي من آلد واروع ما يكون كيجي خفيف بالزفد البغرير هذا. ناجح. وإلا بغيتوا تديروه بالفينو ممكن تديروه بالفينو مرة كنديرو بالفينو مرة كنديرو بالفينو مرة كنديرو بالسميدة نفس القياس نفس المكوينة. طب يحتك التقلية اللي بغريره كاملة. ما بديكم احترمو غير بالنسبة للخميرة كاستقالة حسب الجو. عد شي اللي بغيت نقول لكم. إلا كان الجو سخون بزافرا ما كياخدش معنا بزاف ديو ديال دقيقة لخمسة ديال دقيقة. مدو نطيفو فيه من بعد ما كان نخلطوه. وإلا كان الجو بارد راه كيحتاج شوية ديال الوقت. إلا كان الجو بارد. كيحتاج من نوع 12 دقيقة هكية ولا خمسطاشر دقيقة. الخمسطاشر دقيقة دايجا حسنا نكونوا مساخنين مقلأ. مدو نطيفو فيه. طبعو كنحيدها كندير واحد الكياخدو راهي اصلا ماللي كتطيب كتتقلع بوحدة من الجنة بالبغريره كما كتشوفو طبعا كندير واحد الكياخدو هاكا كنحيدها وكنستامر بنفس طريقة احتها كنكمل الكيمية كاملة اللي عندي كما كتشوفو راه كامل كيجي من اللولة احتلخها كله ناجح مليار فرمية المهم ماللي كنكون كنطيب كندير واحد سربيتة هاكا اللي طيبتها كندير واحد سربيتة وكنغطي البغرير البغرير كترجع لي ديك سخوني وكيزيد ارتاب تبرق الله كيواللي في حاشك الشحمة كيواللي منعودش ليكم كشوفو تبرق الله ما شاء الله ناجح مياه في المياه طبعا ينطلق معكم في شكل نهائي وهذا هو شكل نهائي دي البغرير دينا دي اليومة كيجيب هاد شكل هدا ديال تحميل كلوجه هدا وولي نقولو عديه البغرير ديال شهداء او خليط النحل لان فعلا شوفو تبرق الله ما شاء الله كيجي كله مشاهد وما كيجيش من دقاس ولا كيجي قاسح كيجي كله كيترعد غير بوحده مع كويز دي الاساي وممكن يدهنوه للزبزاء بالدية والعسل او زيد الزيتون اللي بغيتو معاق حيواء او لا اعزائي لفطره للقوتي او لطيف العزاز وكنتمنى الفيديو هنا على اعجابكم اللي اعجابكم ما تنسوش ان نقومت بارتاجي ومع الاهل والاحباب في مواقع تواصل ايجي معي باش يوم فائدة ما تبخلوش اني يبوحد لايك للتشجيع جزاكم الله خير ونقولكم مع فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة